اليوم يطلب من القوى السياسية ان تقدم ورشها على مواصفات يا اخي ما اعطى هاي المواصفات ما اعطى هاي المواصفات لا يمكن ان تنتج شريفا يا سيدي ما رسولين المتظاهرين هاي مو مسلميتهم هم يجب ان يفهمون الثورة اليوم سلمية اذا جابوا حكومة منصفة عادلة نزيهة وقبلوا هم من طوع انفسهم ان يحيدون بنادقهم ويسلمونها للقوات المسلحة ويسمحون بتأسيس جيش نظامي يمثل الدولة والقانون والدستور وقضاء نزيه عادل مستقل ويأسسوننا منظومة امنية حقيقية مو منظومة ميليشيات تقمع وتذبح وتخطف وتعتدي على كرامة الناس على اسس عرقية ودينية واثنية وطائفية واخيرا صالت على اسس ثقافية وسياسية والله هاي ما محجبة وذيش ما مفرعة وهذا متدين وهذا مو متدين وهذا يوالي السيد وهذا بالبطن صيدة هذا المنطق يجب ان يتغير قبلوا قبلوا ما قبلوا هي بينه وراء هاي الثورة ينتظرون ثورة مسلحة تأتي على الاخضر واليابس وما الى قيمة لا حدش ولا حدش بذاك الوقت ولا الي قيمة ولا انت الى قيمة لان منطق العقلا بعد ما الى قيمة سيحكم الشارع البنادق وتحكمها المذابح يعني انا هذا يصير لك يا بذراع الطويل لذلك خليهم يفهموها بالطريقة تعجبهم اللي ما يجي بالعين وغاتي راح يجيبون العراقيين بالعصر ماكو غير خيال انا اتبنى انا احنا ما محتاجين دم اكثر لكنه يعني مرات لانعدام الخيارات اخي هاي مو توصيات انا مو جاي يقول لك اريد نسوي انا دا اقول لك انت تريد مني تحليل دا اقول لك هذا اللي يصير انا انا اشكرك انت الشيعة طلعوا عليك متظاهرين سلميين ما استجابعت لهم اتحولت مظاهراتهم الى عنف انت الشيعة اليوم طلعوا عليك متظاهرين سلميين اذا ما استجابعت لهم راح اصرهم اشتركوا في القناة 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 شكرا